توصل فريق من المهندسين الهنود إلى طريقة لجمع عوادم مولدات الكهرباء وتحويلها إلى حبر مما يحول دون تصاعد الانبعاثات ويقول المهندسون إنهم صنعوا أول جهاز على الإطلاق يمكنه جمع الانبعاثات خاصة الناجمة عن مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل وهو ما قبل بترحيب كبير في بلد تقول منظمة الصحة العالمية إنه يضم أربع عشرة من أكثر خمس عشرة مدينة تلوثا في العالم ويعمل الجهاز بعد تركيبه بمولدات الكهرباء على جمع ما يصل إلى تسعين بالمئة من جزيئات السخام من عوادم الديزل قبل أن يتم تبريدها ويمكن بعد ذلك بيع هذه المادة لمصنع الحبر وبحسب أربت دوهبار وهو أحد المهندسين الثلاثة الذين طواروا هذه التقنية فإن شركتهم عملت على تركيب ثلاثة وخمسين جهازا في الشركات والمكاتب الحكومية ولدى مطور العقارات بما أنقذ ألفا وخمسمائة مليار لتر من الهواء من التلوث طورنا منتجا يمكنه التقاط جسيمات السخام من عوادم مولدات الديزل بنسبة سبعين إلى تسعين في المئة ونهدف إلى تقليل مستويات التلوث في المدن الرئيسية بنسبة كبيرة للغاية في فترة زمنية قصيرة جدا وتسجد الهند واحدة من أسوأ معدلات تلوث الهواء في العالم لدرجة أن مسحا أجراه معهد الآثار الصحية ومركزه الولايات المتحدة أوضح أن أكثر من مليون شخص يموتون سنويا نتيجة لتلوث الهواء في الهند وهو ما يمثل نحو ربع إجمال الوفايات في العالم بسبب هذا النوع من التلوث